السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك سؤال يقول هل ينفع مشروع قهرباء على الريفت والمعماري بتاعه يعني ادخل الوحاة الكاد معماري واعمل بلانات تخيولية وليفلات مفترضة داخل ملف الكهرباء هل ده كلام منطقي يمكن تطبيقه تمام طيب خلينا نقول واحدة واحدة يبا كده الوحاة هيفتح ملف فاضي جديد في الريفت ويبدأ يعمل create لليفلات ويبدأ يعمل في بعض الحاجات هتنفع لانها unhost حاجات مش مرتبطة بانها لازم تكون محطوطة على حاجة يعني ممكن ترسم الkeyword tray والتكييف مثلا يرسم الضغطات بتاعته وبتاع الصحة يرسم البايب وهو ده مرتبط بالليفل فانت لازم هتتعمل create لليفلات لو الليفلات لازم يكون لازم يفهم في الليفلات ويزبط لك الليفلات ويبا كصة ممكن واحد يعملها في بعض الحاجات لازم يكون فيها عندي ceiling يعني lighting هيتحط إلا لو انت بقى جبت نوع light بيبقى مرتبط بالدور اللي انت فيه يعني يكون كله unhost بتديل الارتفاع ويبقى مثلا على الارتفاع مثلا 3 متر ونص من الارض هذا ممكن بس انت كده هتبدأ تختار واغلب الليفلات واغلب الليفلات واغلب الليفلات واغلب الليفلات الخاصة بالسبرينكلر اغلبها بيبقى host مثلا في الفايرفايتنج هتدور على بندد ما يكونش host فتتخش في قصص وحوارات وتحويل الهوست قصة الفايرفاية لازم تكون محطوطة على حيطة في بعض الحاجات لازم يكون لها host إلا لو انت تدور على حاجات تبقى تفاحمل على الارض وهتخش في متاه وبعدين هتخسر موضوعك فهتخش في دوامة فانت ممكن تتفل مع الراجل طب انا هخلي حد يعمل المعماري واتتفل مع واحد فمشي لن تطلب مني الشكل المعماري فمحدي بشكل هدفي ومحدي بشكل تغيير حاجات تغيير وممكانك فبش تضح لتفاصيل لو هناك كورنيشة ووزراء تغيير تشتبع حاجات موجودة اشتشفة كبارات يتنفي وتعاول انت تقولوا حوايت حالة تقص الحوايت فممحدد في حاجات التكلفة متبقى كبيرة الرجل المعماري يتسلم الشغلة اكتر فيكلفها اكتر لا انت تقول له ان انت تعمل الحوايت وتعمل اللي البواب والشبابيك الحاجات اللي هستخدمها في شغلي تمام بحيس ان الشغل بتاعك يطلع مظبوط ومطلعش في مشاكل لان انت لو ما عملتش اللي بواب والشبابيك ممكن واحد يحط آآ شغل مثلا البريزة على الباب غير منطقي او يحط او يحط البريزة على وجهة ازاز فهيبقى الكلام باش منطقي فهو لازم يكون عمل الشغل البسيط بش هيدخل في في النوع للحيطة ايه لا هيعمل كل الحوايط زي بعض مش هيدخل في 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 القصص ان هو بيعمل حاجة شغل معماري مزبوط لا بيعمل شغل المعماري المناسب لشغل واللي يخدم على شغل الكهروميكانيكل تمام فلازم لازم يكون معك حد معماري يزبط لك شغل دوت شغل دوت شغل الانشائي برضو كون حد ممكن المعماري يعمله لك لان هو بش هيدخل في تفاصيل لا هيحط بس العناصر الاعمدة الكاميرات الحاجات اللي هي لو ما تحطتش هتبوض لك شغلك تمام ايما لو في تفاصيل او في تسليح او في حاجات مش هيدخل فيها هيدخل بس في الحاجات اللي هتنفعك في ان انت بتعمل هست او حاجات تنفعك في عمل الكوردينيشا